المنصور سيف الدين قلوون السلطان مؤسس المملك البرجية المنصور سيف الدين قلوون أحد سلاطين المملك البحرية ورأس أسرة قلوون التي حكمت مصر والشام قرابة قرن من الزمان عرف بذكائه ودبلوماسيته التي أوصلته إلى السلطة من غير سفك للإدماء أنشأ عصبة جديدة من المملك الذين حكموا من بعد انتهاء حكبة المملك الأتراك وعرفوا باسم المملك البرجية عمل بدهاء على فك الارتباط بين المغول والصليبيين وهو ما ضمن عدم تحالفهم ضده وقد كان المنصور سيف الدين قلوون الألفي العلائي النجمي الصالحي يعود إلى القبجق وهم أهل كازاخستان حاليا أنه كسر القاعدة التي بني عليها الحكم في دولة المملك حيث لا توريث للملك بل الحكم لمن غلب غير أن المنصور قلوون ورث ملكه لذريته الذين احتفظوا بالسلطنة أكثر من قرن قال عنه الذهبي إنه كان من أحسن الناس صورة في صباه وأبهاهم وأهيبهم في ربوليتها وكان على وجهه هيبة الملك وعلى اكتافه حشمة السلطنة وعليه سكينة ووقار كان الأمير سيف الدين قلوون أحد المملك البحرية اشتراه الأمير على الدين بألف دينار فعرف قلوون بالألفي ولما توفي الأمير على الدين انتقل إلى خدمة الملك الصالح نجم الدين أيوم ثم أهلته مواهبه وملكاته لأن يبرز على الساحة في الفترة التي خرجت فيها دولة المملك البحرية إلى الوجود ترق قلوون سريعا في المناصب التي أتاحها قيام سلطنة المملك واستطاع بجدارة أن يثبت نفسه أميرا وقائدا في المملك البحرية وقد اكتوى من النار نفسها التي أصابت للظاهر بايبرس إثر مقتل زعيمهم أقطي فغادر مصر في عهد أيبك وعاد إليها في عهد زميله بايبرس ولمع في عهد السلطان الظاهر بايبرس الذي أولاه ثقته لرجاحة عقله وشجاعته وتصاهرا حيث تزوج بركة خن ابن السلطان بايبرس من ابنة قلوون تأكيدا على روح المحبة والصداقة بينهما وبويع له بالسلطنة في الحادي عشر من رجب سنة 678 خلفا للملك الصغير بد الدين سلامش وبعد وفاة الظاهر بايبرس سنة 1278 ميلاديا خلفه على الحكم اثنان من أولاده هما بركة خن وبدر الدين سلامش لكنهما لم يستمر طويلا في الحكم لصغر سنهما وعدم أهليتهما لممارسة أعباء الحكم فالأول كان في السابعة عشر من عمره عندما تولى الحكم وكان على ألا النقيد من أبيه شبا مستهترا يميل إلى ألا اللهو ولا الشراب سيء الرأي والتدبير فنفر منه كبار الأمراء وقموا بخلعه وأما الآخر فكان طفلا حدثا في السابعة من عمره لا يعرف معنى السلطة ولا يقدر على حمل شيء من تبعاتها فقام الأمير قلوون بالوصاية على السلطان الصغير وإدارة أمور الدولة نيابة عنه حتى إذا أمسك زمام الأمور بيده وصار الحكم طوع بنانه أقدم على ما لا بد منه فخلع السلطان الطفل وأعلن نفسه سلطانا على البلاد وأجمع المؤرخون على وصف السلطان قلوون بأطيب الصفات وأنبلها ولعل من أبلغ هذه الأوصاف ما قاله بيباس المنصوري كان حليما عفيفا في سفك الدماء مقتصدا في العقاب كارها للأذى غير أن قلوون لم يسلم من اعتراض كبار أمراء المملك على توليه الحكم وكان بعضهم يرى نفسه أحق بلا السلطنة منه فهم على درجات متقاربة من القوة والنفوذ لكن قلوون نجح بالقوة أحيانا وبالسياسة أحيانا أخرى في أن يمسك بزمام الأمور ويقضي على الثورات التي قامت في وجهه ونجح قلوون في استمالة قلوب الناس إليه لرأفته وليينه وميله إلى رفع ما يزيد من معاناتهم فألغى كثيرا من الضرائب التي كانت تفرض على الناس وأبطل كثيرا من المظالم التي عن الشعب منها في السابع والعشرين من جماد الآخرة ستمائة وثمانونة وصل الخبر بقدوم منكوتن بن هلاكو بجيشه إلى عنتب فخرج إليه السلطان وعسكر في حمس واستقدم سنقر الأشقر وقواته ودخل التطارح مات فخربوا فيها ثم وصلوا إلى حمس حيث التقى الجمعا في مواقعة حمس فيه ثلاثون من أكتوبر الف ومائتان وواحد وثمانون ميلاديا حيث اضطربت ميمنة المسلمين في البداية ثم الميسر وثبتت سلطان ومن معه ثباتا عظيما مما حمل الأمراء والقادة على الانقضاض على التتار وكسروهم كسرة عظيمة وجرحوا ملكهم وقتلوا منهم الكثير وكانت مقتلة تفوق الوصف وانتهت المعركة بانتصار المسلمين انتصارا مظفرا ودخل السلطان المنصور دمشق في أبهة للنصر في 22 من شعبا وبين يديه الأسر حاملين رؤوس قتلاهم على أل الرمأح ثم تحسنت العلاقات نسبيا بين دولة المغول والمماليك بعد أن تولى الحكم تيكودر بن هولاكو خلفا لأخيه أبغى وأعلن إسلامه وكان شديد الرغبة في إقامة علاقات ودية مع المماليك لكن هذا ذا التحسن لم يدم طويلا فسرعان ما أطاح به وبآماله أرغون ابن أخيه عن حكم المغول وعاد إلى التوتر بين للدولتين من جديد دون أن يحسم قلوون أمره مع المغول فظلوا خطرا محدقا بدولته وإن نجح في كبح جماح هذا الخطر جهاد المنصور قلوون ضد الصليبيين لم يصبر قلوون على انتهاء المعاهدة التي عقدها مع الصليبيين وكانوا لا يزلون خطرا على الدولة يحتلون أجزاء من أراضيها ولا يحترمون عهدا ولا ذمة إذا ما سنحت لهم فرصة أو اشتدت بهم قوة فهاجم قلوون حصن المرقب وهو من أنعوا الحصون ولا الصليبية في للشام وذلك في سنة 1285 ميلاديا ونجح في الاستلاء عليه ولم يبقى للصليبيين من إماراتهم سوى طرابلوس التي يحكمها أمراء النورمان وعكا التي أصبحت مقر مملكة بيت المقدس بالإضافة إلى بعض الحصون مثل حصني المرقب وترسوس ولم تكن الجبهة الصليبية متماسكة البناء بل كانت الخلافات تفتك بها فوجد قلوون في ذلك فرصة سانحة للانقضاب على الإمارات الصليبية المتبقية فأرسل حملة عسكرية تمكنت من الاستلاء على اللاذقية سنة 1287 ميلاديا وبعد سنتين خرج على السلطان بنفسه إلى طرابلوس على رأس قوة كبيرة قوامها أكثر من 40 ألف جندي وحاصرها 34 يوما استسلمت بعدها في أبريل 1289 ميلاديا وعلى إثرها سقطت المدن الأخرى المجاورة مثل بيروت وجبلت وانحصر الوجود الصليبي في عكا وصيدة وصور وغيليت بعد أن كانت الممالك الصليبية تمتد على طول الساحل الشامي للبحر المتوسط وتوفي السلطان المنصر دون أن يتحقق أمله في فتح عكا آخر الإمارات الصليبية غير أن الأقدار شاءت أن ينال ابنه خليل قلوون شرف إنهاء الوجود الصليبي في بلاد الشام بعد أن نجح في اقتحام أسوار عكا المنيعة في 17 من جماد الآخر 698 من مايو 1290 ميلاديا وبعد عكا سقط بقية المعاقل الصليبية في الشام وطويت آخر صفحة من صفحاتها على الرغم من انشغال السلطان بمجابهة الخطر الصليبي والمغولي وإعداد الحملات العسكرية التي تستنفذت المال والجهد فإن السلطان لم يغفل عن تنشيط الحركة العلمية ومواصلة البناء والعمارة وإقامة المدارس والمساجن وكانت القاهرة قد أصبحت موئلا للعلم ومركزا للحضارة بعد سقوط بغداد وازدياد سقوط دول الإسلام في الأندلس على يد الإسبان فتوافد إليها العلماء واتخذوها قبلة لهم ووجدوا في كنف سلاطين المملك كل رعاية واهتمام ويذكر التاريخ للسلطان قلو ما قام به من إنشاءات عظيمة ارتبطت بها نهضة علمية ونشاط وافر فأقام عددا من المدارس التي امتلأت بالشيوخ وطلبة العلم وفي مقدمتها المدرسة المنصورية التي أوقفها لتدريس الفقه على المذاهب الأربع وكان يتولى للتدريس بها كبار الأئمة وأعيان الفقهاء والمحدثين وتتضمن حجة الوقف التي كتبها قلو إشارات كثيرة تتعلق بتنظيم العملية التعليمية داخل المدرسة وذلك من حيث مقر الدراسة وجلوس أهل المذاهب الأربعة بها وأماكن سكن المدرسين الفقهاء وأجورهم ورواتبهم وغير ذلك من الشروط وتعدى المدرسة من أروع المدارس المملوكية التي شيدت بالقاهرة لعمارتها الراقية وزخارفها الرائعة ولم تكن القبة المنصورية التي أقامها لتكون مدفنا له مقصورة على هذا الغرض بل جعل منها مدرسة ومسجدا ورتب بها خمسين مقرئا يقرؤون القرآن ليلا ونهارا وخصص لها إماما للصلاة وعالما لتفسير القرآن للطلاب الذين يأمون القبة وجعل بها خزانة للكتب وخازنا يقوم بأمرها وهذه القبة من أجمل القباب الباقية بمدينة القاهرة أفضل إنشاءات المنصور قلوون البيمارستان الذي أقامه لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية وافتتحه السلطان في حفل كبير شارك فيه الأمراء والقضاة والعلماء وتضمنت حجة وقف هذا الصرح الطبي أنه مفتوح طوال اليوم لتقديم العلاج للمرضى دون نظر إلى طبقاتهم أو جنسياتهم ودون مقابل أو أجر ولم يقتصر دور البيمارستان على تقديم العلاج بل تعداه إلى تدريس الطب للطلاب وهو ما يشبه الآن المستشفيات التعليمية التابعة لكليات الطب حيث يتاح للطلاب ممارسة الطب تحت إشراف أساتذتهم ولم يبق من منشأرة قلوون الكثيرة سوى المجموعة المعمارية التي تتضمن القبة والمسجد والبيمارستان وهي شاهدة على ما بلغته الدولة المملكية من تقدم وازدهار شمل مناحي الحياة كلها وفاة السلطان قلوون كان السلطان قلوون يرجو أن ينال شرف إنهاء الوجود الصليبي فاستعد لذلك لكن القدر لم يمهله فتوفي السلطان قلوون بقلعة الجبل بالقاهرة في 11 من نوفمبر 1290 ميلاديا ثم حمل إلى تربته الملحقة بمدرسته العظيمة بين القصرين شارع المعز فدفن فيها ولا تزال المدرسة شامخة شاهدة على عظمة هذا فالسلطان وازدهار عهده خلف السلطان المنصور ولده السلطان الأشرف صلاح الدين خليل بن قلوون الذي استكمل رحلة الجهاد وفتح فتوحا عظيمة كان أهمها فتحه لعكة ومن بعده أخوه الناصر محمد بن قلوون وظل الحكم في ولد قلوون نحو قرن من الزمان ترجمة نانسي قنقر